الأهم من تصويت ماتش الجيش هو لعب شهر فبراير في نادي الأهلي واللي فاز بيه برضو باكتساح شديد جداً كابتن محمد شناوي اللي كان ليه دور واضح جداً ومهم جداً وحاسم جداً في عدد كبير من ماتشات الأهلي سواء في بطولة الدوري أو في دوري أطال أفريقيا أو طبعاً في كاس العالم اللي لعب دور كبير جداً فيها وخصوصاً فيه ماتش بالميراس ورقلات الترقيح اللي وصلت الأهلي لميدالية البرونزية خليني أقول لحضراتكم عدد ماتشات الشناوي في شهر فبراير ست لعب ست مباريات دخل مرمى فقط أربع أهداف ماتش في مباراة طلاع الجيش الأخيرة وماتش في مباراة سيمبا وهدف في مباراة طلاع الجيش وهدف في ماتش سيمبا وهدفين في مباراة بايل ميونيخ تصدى الشناوي من إجمالي 28 تصويبة وصلت لمرمى النادي الأهلي تصدى الشناوي لـ 24 تصويبة وخذوا بالحضراتكم في معظم هذه التصويبات مشكورة عادية ولكنها تصويبات كانت في منطقة الخطورة أو هجمات في منطقة الخطورة تمكن الشناوي من منعها وقدر يخرج من الست مباراة بتلاتة كلين شيت أو تلاتة شباك نظيفة قدر يحقق 14 نقطة تصدر بيهم جدوى للترتيب العام اللي هنرجع لتفاصيله بس بعد الفترة